اشتركوا في القناة كل متفقين ان احنا اخذنا مجموعة من الرموز الكهربية والمصطلحات وعرفنا المفاتيح بانواعها وعرفنا القفل الكهرابي واللمبة والمصباح كل الحاجات دي احنا عرفناها ودورنا النهاردة ان احنا نبدأ نركب المكونات دي ونعمل دايرة الكهربية الدايرة دي موجودة معنا في حياتنا العملية واحنا بنشتغل بيها او بنشتغل عليها زي ما احنا متعودين في كل حلقة احنا بنراجع الاول بسرعة كده مراجعة سريعا نقول نربط اللي قلناه الحلقة اللي فاتت بالحلقة دي فهنروح مع بعضين نشوف اه المرة اللي فاتت بدأنا خدنا اه دايرة تحتوي على مصباح ومفتاح مفرت وعرفنا شكلها بيبقى موجود ازاي في الدايرة الخطية وفي الدايرة التنفيذية وكيفية التعامل اه مع مصاري طيار الكهربية خدنا نفس الدايرة لكن اضفنا لها او اضفنا لها حاجة اسمها خط الحماية الارضية او بنسميه احنا التقريط وانا الدايرتين على فكرة ما فهمش اي اختلاف تماما كل الحكاية ان احنا هنا اضفنا سلك ثالث اللي هو سلك التقريط وده اللي من خلاله بيقدر يفعل الحماية للشخص اللي بيتعامل سواء انه بيحرمس المفتاح او حتى يلمس المصباح الكهربية اخدنا بعد كده دايرة لمفتاح مفرت بيتحكم فيه لمبتين على التوازي وانا اللمبتين ممكن يكونوا اكتر من اتنين ممكن يكون تلاتة اربعة خمسة العدد اللي انت عايزه بس في الاخر كلهم هيتحكم فيه مفتاح واحد وده مع انهم انهم هيشتغلوا ويفصلوا مع بعضيهم في نفس الوقت كل دي دواير وحاجات موجودة عندنا في البيت وفي الشغل وبنتعامل معاها اخدنا بقى لامب الفلورسينت وقلت هنا ان احنا هبكبها مع مفتاح مفرد لكن اكدت على حضراتكم ان المصباح الفلورسينت او لامب الفلورسينت دي بالشكل التقليدي بتاع الزمان اللي هو كان بيبقى جوايا حاجة اسمها ستيتر او بادي اضاءة اللي موجود تحت ده وليس وده كنا بنسميه ملف خانق بس في الاخر كانت اللامبة نفسها بيطلع منها سلكين ويتوصلوا ويدخلوا ويكملوا الدايرة بتاعي تمام النهاردة بقت اللامبة بالشكل الالكتروني يعني في الاخر عبارة عن دايرة الالكترونية في مكان الدويتين لكن بالنسبة لنا في الاخر برضو طالع منها سلكين وبتتوصل زيها زي المصباح العادي بالزبط تمام وده كان الشكل التقليدي بتاع الزمان اللي احنا كنا بنتكلم عنه زي ما قلت معاها ستيتر او بادي اضاءة اللي هو موجود تحت واللي فوق ده اللي هو الملف الخانق اللي بيعمل اصارة للطيار داخل اللامبة بالتعدي بعد كده بقى وده اللي احنا هنبدأ فيه النهاردة عايزين نبدأ نركب حاجتين مع بعض يوم يعني هناخد النهاردة دايرة تحتوي على مفتاح وبريزة والدايرة دي هنا معاهم مصباح كمان هنصممها مع بعضينا وكمان هنضف لها سلك اسمه سلك الحمل تمام ده الشكل اللي موجود قدام حضراتكم والجديد النهاردة او في الحلقة بتاعتنا النهاردة ان احنا هننفذ الكلام ده لكن علشان هننفذ الكلام ده اقدر استعين بمجموعة من الادوات الهندسية يعني على سبيل المثال انا جبت لحضراتكم هنا شوية الادوات اللي احنا ممكن نستخدمهم كطلبة كهرباء عندي هنا لو نركز مع بعضينا هنا لو سمحتوا في الداة هنا هندي هلاقي عندي موجود بالنسبة لي المصطرة بتاعتي بالشكل التقليدي بتاعها ايه دي المصطرة هي مصطرة الكهرباء اللي احنا عارفينها فيها كل الرموز والعناصر الكهربية اللي احنا بنتكلم عليه هتلاحظوا هنا ان انا عندي الشبكة والمصر والمفتاح عندي حماية عندي الرياش المختلفة اللي ارسم بيها اي مفتاح عندي يعني على سبيل المسال لو عايز ارسم مفتاح ميفرت او ميجويز اي مفتاح انا عايز ارسمه اقدر ارسمه بمنتهى السهول جبتي كمان او معايا مفروض يكون معايا كمان الدايرة او المصطرة الصغنونة دي ودي هنا مهمة جدا لان دي هتلاحظوا ان فيها تقريبا منهج تانية موجود في المصطرة دي بصوا معايا كده يعني دي البواطات بأحجامها المختلفة عندي اكتر من حجم البواط عندي هنا الدايرتين سواء الدايرة بتاعة المفتاح اه المفرد او سواء الدايرة التانية لو انا عايز احط لمبة اه فحط الرمز بتاعها عندي كمان النص دايرة دي اللي هي بتمثل الجرز الكهرابي ودي عندي باريزة جاهزة كمان بتلات اطراف وقادي الاطراف بتاعتها المفاتيح بقى بانواعها قادي المفرد وقادي ده مفتاح السلم او مفتاح الطرف وقادي ده المفتاح المجوز وممكن نعمل منه كمان مفتاح التصالب زي ما شفنا المرة اللي فات. تمام? اه بالنسبة لي هنا عندي اه الدايرة الخطية بتاعتي او رموز الخطية اللي انا بحتاجها. يعني حضراتكم هنا هتلاحظوا اني عندك ادي الرياش بتاعتي. الاربع رياش. واحط الرمز اللي انا ايه? اللي انا عايزه. الاكس هنا بالنسبة لي بتمثل اللمبة بتاعتي. وعندي هنا ده بيمثل الضاغط اللي موجود معي. الجديد النهاردة بقى ان احنا هنستخدم المصطرة بتاعتنا علشان خاطر نقدر ننفذ الدايرة بتاعتي. الدايرة بتاعتنا زي ما قلنا السؤال بيكون عبارة عن دايرة خطية. وانا بقى احولها من دايرة خطية الى دايرة تنفيذية. طيب حضراتك دلوقتي بتقول انت عايز تعمل لي دايرة تحتوى على ايها? مصباح ومفتاح. الاتنين مع بعضيهم. وكمان اه معاهم بريزة على اه التوائد. طيب ازاي انفذ الكلام ده بقى? نبدأ الاول ننفذ او نرسم الدايرة الخطية بتاعتنا. نقول هنا انه في الدايرة الخطية هيقول لي ان عنده ده مصدر الطيار اللي جاي عنده. تمام? المصدر ده هنا هيحط عليه او هيركب لي عليه كم بواط? هيحط لي عليه بواطية. ادي البواط الاولاني. تمام? واحنا قلنا ان في الدايرة الخطية البواط بياخد شكل الدايرة. وادي بواط كمان انا احطيته علشان اطلع منه المفتاح. البواط لانه هو علب التفريع. فانا بعمله اه في الدايرة الخطية كرمز يعني علب التفريع. فالطبيعي ان انا لما هاجي اطلع اسلاك او هدخلها هيكون من خلال الدايرة دي. ونفس الكلام برضه هيكون في الدايرة التنفيذية. تمام? طيب. آآ نكمل طيب دايرتنا. هنا هنزل بخط خفيف خالص اهو. وهاجي في اخر الخط ده هعمل علامة اكس. يبقى انا هنا بقول له دي اللمبة بتاعتي. طيب اللمبة بتاعتك دي اللي انت رسمتها عايز منها ايه? عندي هنا اللمبة دي بيتحكم فيها مفتاح مفرد. بنزل بالدايرة بتاعتي هنا اهو بخط. وعندي البريزة برضه آآ موجودة معايا في نفس المكان. انا يمكن ممكن اغير شوية الترتيبة اللي موجودة في الكتاب. لكن انا بحاول ارسلها بطريقة بحيث ان الاسلاك بتاعتي آآ ما تتقطع عشرة. لكن آآ فنيا او كهربيا الدايرة هتتوصل ما فيش مشكلة على الاطلاق وهتتنفس بنفس الشكل اللي احنا آآ متعودين عليه. تمام? طيب. المفتاح المفرد بنعمله ازاي? حضراتكم فاكرين. بعمل او بحط الدايرة بتاعتي. ولان هو مفرد. فانا عندي هنا الاربع ريش اه اهم. ادي الاربع ريش. انا بحط المسطرة وبزبطها في المنتظف بالزبط. وهنا لان هو مفتاح مفرد. فبعمل ريشة واحدة بس. يبقى انا هنا بقوله انا بتكلم على مفتاح مفرد. تمام? طيب ايه البريزة برضو عندي موجودة وجهزة اهيه. هنا في الدايرة الخطية هتكون عبارة عن آآ واحدة بس. علشان كده هحط الدايرة بتاعتها. وهعمل النص دايرة او القوس اللي هو بيمثل البريزة. البريزة دي اللي هي مأخز الطيار اللي انا بركب فيها الفيشة بتاعت الجهاز بتاعي. الكمبيوتر او التلفزيون او اي جهاز عندي في البيت. والمفتاح المفرد ده المفتاح اللي انا بضغط عليه عشان اشغل او افصل الدايرة بتاعتي. تمام? طيب. اهمنا في حاجة مهمة جدا لازم انا ادور عليها في الدايرة الخطية. اللي هي ايه? عدد الاسلاك. لان الدايرة هنا انا هحطت ليها او هضيف ليها الحماية. فالطبيعي ان هيكونوا دول تلت اسلاك. وهيكونوا دول تلاتة. وهيكونوا برضو دول تلاتة. تمام? اللامبة يراح لها كام? برضو هعمل لها تقريدي. يبقى هضيف الطرف يبقى هيبقى كام تلات تلات اطراف. ازا هنا العنصر الطبيعي بتاعي او العادي بتاعي ان المفتاح بكل طرفين واللمبة طرفين والبريزة طرفين. لكن لو حضرتك اضفت وحبيت تزود وتحط الحماية فالطبيعي ان الحماية هتحطها حضرك على ايه? على كل المكونات اللي موجودة في الدارة بتاعتك. اللي هي البريزة والمفتاح المفرد واللمبة بتاعتك. دي الدارة الخطية ده السؤال اللي مفروض ان انت حضرك هتجاوب عليه. ونبدأ ان نشوف مع بعضنا الكلام ده نحاوله ازاي من خطي الى تنفيذي. تمام? المنبع بتاعي او مصدر الطيار بتاعي انا هنا عندي اه المصدرة بتاعتي موجودة. واقدر انفس بها الكلام ده بسهولة جدا. واحنا هنا بنقول ان احنا نستخدم المصدرة بتاعتنا لان المصدرة دي زي ما حضراتكم شايفين كده معايا فيها كل العناصر والمكونات اللي انت ممكن تحتاجها في الدائرة بتاعتك. عندي الشبكة وعندي المصهرات. عندي المفتاح. عندي توصيلة النجمة والدلتة كلها. يمكن شوية هي فيها منهج تالتة اكتر سنة تالتة كهرباء. لكن خلينا نقول ان احنا كمان في سنة تانية بنستخدمها وبنحتاجها في اوقات كتير. طيب. هنتعامل ازاي وننفس الدائرة بتاعتنا ازاي? شوف مع بعضنا كده هنا. هنقول الاول خالص بنرسم اه خطين الطيار بطوعنا. انا عندي خطين اتنين بس. ادي واحد. وده مش هيكمل كتير. هيقف شوية كده. تمام? اللي تحت. لكن اللي فوق بيكون موجود معي. مين خطين الطيار دول يا شباب ها? اللي فوق ده بالنسبة لي هو اللي هو بنسميه احنا ايه يا شباب? اللي احنا بنسميه آآ الارضي. واللي تحت بيكون اللاين. ليه حضرتك دايما بتوصل اللاين تحت? لان احنا اتفقنا اتفاق من المرة اللي فاتت وقلنا يا جماعة لو سمحتم بعد ازنكم عايزين نخلي دايما الارضي يتوصل بمين? يتوصل بمصدر الطيار بتاعي. يبقى هنا دايما النيوترل وهنا اللاين وهم دول الطرفين بتوعي اللي هما جايين منهم المرة. انا عارف ان انت هتقول لي فيه الحماية لكن انا هميزهالك بلون تاني. لكن خلينا متفقين ان احنا بنرسم شغلنا كله بالرصاص. لكن انا هنا هلولك علشان تبقى فاهم الفرق ما بين الاسلاك والترتيب بتاعه. تمام? طيب ماشي مفيش مشكلة خالص. يلا بقى دايرتنا. همسك المسطرة بتاعتي. وهقول له انا عايز او نزل اول حاجة عندي اللمبة او الطرفين بتوع اللمبة بتاعتي. ايه دي المسطرة. وانزل ادي الطرف الاولاني. تمام? والطرف ده لانه هو بيتوصل مباشر فانا خلاص حطيته. عندي في المسطرة بتاعتي حرف الاكس. حرف الاكس ده اللي هو بيمثل الطرفين بتوعي. بتوع اللمبة اهو. ادي طرف اتنين. وادي الاكس اللي احنا كنا بنتكلم عليه. الاكس دي جوه دايرة بتعبر عن المفتاح او المصباح العادي اللمبة العادية اللي هي الصفرة دي بتاعت زمان اللي ما بقاتش ناس كتيرة بيستخدموها لكن هي دايما هو اكتر رمز موجود ومستخدم وفي الاخر بحطه جوه الدايرة بتاعتي يبقى اصبحت هنا اللمبة عندي اترسمت اكس جوه دايرة وليها كم طرف وليها طرفين تمام اللمبة دي طالع منها طرف تاني انا لسه ما وصلتوش انا عارف ان انا لسه ما وصلتوش لانه هو هنا منتظر مين منتظر المفتاح بتاعي طيب ناقص ايه كمان يبقى انا هنا رسمت الرمبة ورسمت المنبع بتاعي منبع الطيار فاضل عندي حاجتين فاضل عندي البريزة وفاضل عندي المفتاح المفرد تمام البريزة لانه هو يبقى سلاسل اوجو فعندي بريزة جاهزة فيها تلات اطراف بخلي نقاط الاتصال بتاعتي من فوق زي ما حضراتكم شايفين كده المما تلات نقاط دول كده من فوق عندي وقادي ده بيمثل المأخذ المكان اللي انت حضراتك بتركب فيه الصباح بتاع الفيشة بتاعتك ادي طرف اتنين تلاتة وادي اه الدوائرة او نص دايرة بتاعتي اللي هي بتمثل البريزة نفسها احنا قلنا المرة اللي فاتلت الكلام ده واكدنا لحضراتكم قلت ان لما تكون الدايرة مفتوحة فده معناه ان ده اسم اتصال اه مؤقت ولما تكون الدايرة مغلقة فده معناه اسمه اتصال ده يبقى هنا انا عملت البريزة بتاعتي والبريزة هنا مكونة من تلات اطراف اللي خلاني عملتها تلات اطراف ايه هو ان فيه طرف تالت هو قال لي كده في الدارة الخطية وذكر قال ان البريزة هينزل لها تلات اطراف تمام مش ممكن تكون سري فيز لا احنا بنتكلم في الانوارة والانوارة دايما بيكون واجه واحد يعني متين وعشرين يعني لاين ونيوترال مفيش حاجة اسمها سلاسي الاوجه سلاسي الاوجه ده يكون ليه دواير تانية هناخدها في اه اخر الباب اللي هي دواير التوحيد يبقى احنا هنا التلاتة هناخدهم علشان نبقى فاهمينك الحتة دي كويس جدا هناخدهم علشان الدايرة بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عنها دي دايرة وجه واحد ولكن مزودها بطرف تالت اسمه طيب حضرتك دلوقتي هتوصل لبريزة ازاي سهلة جدا اول طرف هياخد اول طرف من تحت اللي هو من اللاين وهنا هعمل اتصال دائم بقى يعني ايه ده اتصال دايم يعني هعمل الدايرة بتاعتي هعملها مزللة يبقى لاحظ هنا ان الدايرة هنا ايه مزللة ليه لان ده لحام انا لحمت السلك ده اللي طالع من البريزة مع السلك اللي جاي من اللاين لكن هنا جوه البريزة نفسها او جوه المفاتيح بيبقى الدايرة مفتوحة بيضة لان ده اتصال موقع معناه ان انا بقوله ان ده مصمار وده مفاك هحط وفك وبالتالي اقدر اركبه واقلع السلك بتاعي واركبه اكتر من مرة من غير اي مشاكل طيب سيب الطرف اللي في النص ده هيمسل الايه التقريد واخد الطرف التاني قالي الطرف التاني بتاعي اهو ياخد النيوتر يبقى كده البريزة اصبح واصل لها يا حضرات ها برافو اصبح واصل لها اللاين يبقى الطيار واده يدخل كمان الايه النيوتر ما تنساش تعملي علامة انا عارف ان انت مش ناسي بس لازم انا اكد عليك علامة الاتصال الدائم عشان تقول لي ان ان انت فاهم انت بتعمل طيب نيجي بقى للمفتاح المفرد بتاعنا المفتاح المفرد تفكره شكله عامل ازاي مفتاح بريشة واحدة بس موجود عندنا اه موجود عندنا ادي المفتاح بتاعي اهو تمام اعمله في مستوى البريزة تمام ما عنديش مشكلة او ممكن اعمله في مستوى اقل من مستوى البريزة او اعلى على حسب وجهة نظرك ما ننساش ان احنا بدرس حاجة اسمها رسم فني يعني حضرتك في الاخر لكن لمسة بتاعتك انا عايز الشكل الجمالي بتاع الرسمة يكون كويس. تمام? دايرة من فوق. ودايرة من تحت. ادي الديلاتين بتوع الايه? بتوع المفتاح بتوعي. تمام? والمفتاح في الاخر عبارة عن ايه? احنا بنسمع ايه دلوقتي? مش بنسمع التلفزيون? تمام. يبقى احنا هنفتكر دايما الحتة دي كده. ان اه دايما شكل الريشة بتاع المفتاحها تي وفي. تي في. تمام? دي ايه بقى? دي الريشة اللي بتطلع وتنزل عندي علشان خاطر اتحكم فيه مساري الطيار بتاعي. بمعنى بمعنى ان ده لانه مفتاح لما اضغط عليه انه هيفضل شغال وارجع اضغط عليه افه يرجع يفصل. لكن لو ما ضغطش عليه بيفضل على الوضع بتاعه قائم حتى لو قعد آآ لاخر العمر. هيفضل متكمل زي ما هو على نفس الوضع بتاعه. عكس الضغط بتاع الجرس اللي هناخده كمان شوية قدام. الضغط اضغط عليه يشتغل هشيل ايدي بيرجع يفصل. طيب كمل دائرتك احنا معاك. مفيش مشكلة خالص. بلاش تخلي الاسلاكة تقاطع. لو انا اخدت السلك ده وديته الطيار ده هيحصل تقاطع. علشان كده انا هرتب بالدائرة بتاعتي بحيس ان ما يحصلش التقاطع اللي احنا بنتكلم عنه. تمام? ماشي يا سيدي. اهو. هاخد ده كده وليكن شوية. هطلع شوية. وهقول ادي طرف الطيار اللي هيدخل على النقطة اللي من تحت. تمام? وادي الطرف اللي من فوق ده اللي هو بيمثل مين? اللي هو بيمثل الخروج. وده هيروح مباشرة على مين ها? احسنتم برافو عليكم. هيروح مباشرة على الطرف التاني للنب. انا ما عليش برسم بالجاف عشان يبقى ظهر للكاميرا. لكن شغلنا كله بالرصاص. حضرتك دي هتتمسح خلاص اصبحت الزيادة عندك. هتمسحها وبكده يبقى انت كملت الدايرة الكهربية بتاعت آآ بريزة مع مفتاح مفرد ومع اللمبة بتاعتي. لكن احنا الحدد اللحزة دي كده ما اضفناش ما حطناش طرف التقريد. ما انا عايز اقول حاجة بس ان احنا هنا ممكن نشرح دايرة واحدة ونطبقها مرتين. يعني كده دي دايرة من غير حماية او من غير تقريد. التقريد هنضيفه ازاي? سهلة جدا. هنجيب الالم بتاعنا وهاجي. اقول بقى هنا في النصف المنتصف كده هضيف الطرف التالت. قلت عشان اميزه عن خطوط الشبكة العادية. بعمله يا شباب ها? طبان برافو. بعمله شرطة ونقطة شرطة ونقطة وبكمل للايه للاخر. يبقى طرف التقريد انا ميزته هنا شرطة طويلة ونقطة في الاسماء هو اسمه ايه? اسمه بي اي. طرف التقريد بتاعي اسمه بي اي. طيب. الطرف ده المفروض انه يركب فين? او انا هوصله على مين? الطرف ده عشان اوصله بطريقة صحيحة لازم نعمله حاجة اسمها علب التقريد. والتقريد ده هناخده في سنة تالتة مهم جدا عشان يوفر للحماية للاشخاص. ازاي? يعني البريزة اللي قدامك دي المفروض ان انت حضرتك دلوقتي تحط هولي جوه علبة. اهو شايف العلبة دي كده? اه دي العلبة بتاعتي. اعملها ازاي بشكل جمالي بشكل كويس. اعمل الاول الكورنر. الاربع اركان دول اعملهم كده. ادي كورنر اهو شايفو? دول كده. يبقى انا الاول عملت ايه? عملت الكورنر ما عملتوش مربع كامل. عشان اميز الشكل بتاعي. شايف ازاي? عملت الاربع اركان. طيب بعد ما اعمل اربع اركان اعمل ايه بقى يا مصر? مشي شكل المربع بنفس شكل سلك التقريد. ازاي? هنا برضو خط. وهنا خط. وهنا ايه? الخط بتاعي اهو. يبقى انا كده اضيف النقطة. يبقى اصبح حتى المربع نفسه اصبح واغد شكل التقريد. وهنا عشان اميز واقول له ان العلبة دي مصموة للتقريد. نفس الكلام اللي انا عملته ده هعمله هنا بالزبط. هاجي هنا برضو هعمل علب التقريد. العلبة دي للمفتاح بنفس الطريقة وبنفس الكايفية. هنا عندي عملتهم وبالشكل ده. وما بين كل اتنين هعمل شرطة. تمام? وما بين كل شرطة والتانية هحطه نقطة. يبقى المبدأ اللي احنا متفقين عليه احنا محافظين عليه ان التقريد دايما بيكون شرطة ونقطة. ايه كمان? لسه المصباح ما تعملوش تقريد. اختار مربع مناسب. لاحظوا هنا ان الاحجام بتختلف. انا عندي اكتر من شكل للمربع. الشكل اللي يتناسب مع المكونات اللي هيتحط جواه اركبه. بلاش اعمل حاجة كبيرة اوي او صغيرة اوي. طيب نحط هنا المربع بتاعنا. نقول ان المربع ده مناسب. بس هنا ممكن الاسلاك تيجي على بعضها فخليني اكبر شوية. تمام? واقول ان المربع بتاعي بنفس الطريقة. اه دي. اهو. تمام? واعمل هنا نقطة وهنا نقطة. كده اهو بالشكل ده. يبقى كده انا عملت علبة على البريزة. علبة على المفتاح. وعلبة على المصباح بتاعي. يبقى كده انا حطيت المكونات داخل علبة عشان اعملهم حاجة اسمها حماية او تقريد. تمام? طيب اوصل ازاي? سلك التقريد اللي حضرتك عملته شايفو? اه اللي هو الاحمر ده. انزل به شرطة ونقطة. شرطة ونقطة. لحد ما توصل. وبرضو اللي اتفقنا عليه اعمل نقطة اتصال من تحت واعمل نقطة اتصال من فوق. تمام كده? نفس الكلام. العلبة التانية اللي جوا جواها المفتاح. باجي ما بين الاسلاك وبعضيها كده. وانزل منه بطرف. بس برضو زي ما قلت ايه? شرطة ونقطة. تمام? ولو انا مسلا كملت الخطة امسح كده حتة فيها علشان احط فيها النقطة بتاعتي. وارجع بعد كده اقول اعمل نقطة اتصال من فوق. وهعمل نقطة اتصال من تحت. باقي اخر عندي حاجة مين? المصباح اعمل له تقريد. اهو. ايه دي المصباح? عملت له تقريد. وايه دي النقطة بتاعتي. وايه دي هنا عملت الايه? عملت الاتصال. ازا هنا انا كملت وحققت له الطلب اللي كان طالبه في الدايرة الخطية بتاعتي. عايزين نسمي الدايرة دي كده. يلا نسميها مع بعضنا. ها? الدايرة دي عبارة عن ايه? عبارة عن دايرة. مفتاح. مفرد. اما انا هكتب المكونات. ادي المفتاح المفرد اهو. ها? ومصباح. ايه دي المصباح. وايه كمان ها? وبريزة. وايه? وبريزة. اللي هي مأخز الطيار ده اللي انا بخذ منه الطيار. بس خلي بالك ها? ها? هنا خلي بالك دي مع وجود حماية ارضية. يبقى دول كم دايرة? مش دايرة واحدة دول دايرة ايه? انهي. لو شلنا الخط الاحمر اللي هو خط الحماية ده اصباح الدايرة عادية جدا ونتعامل معها. لو اضفنا الخط الاحمر وحطينا المربعات يبقى احنا هنا عوفرنا الحماية بتاعتنا اللي احنا كنا بنتكلم عنها. نرجع مع بعضين نقول ان احنا هنا عرفنا ازاي نستخدم الادوات ودي مهمة جدا عندي يا حضرات. ازاي نستخدم الادوات بتاعتنا ونشتغل عليها لان حضراتكم ما تنسوش ان استخدامك للادوات هو اللي هيخلي حضرتك تقدر آآ تطلع الرسمة بشكل كويس. بأكد لحضراتكم احنا بناخد مادة اسمها رسم فني. ما عنديش مقاسات علشان الناس اللي تقول لي هعمل مقاس اللمبة كام او مقاس المفتاح كام. ما عندكش هنا مقاسات. لكن حضرتك اللي متاح ليك او اللي مسموح لك ان ان انت تشتغل به ان ان انت تعمل الاشكال والخطوط والمسافات تكون المسافة بتاعتنا متساوية. تمام? نروح مع بعضينا. نشوف دايرة جديدة. الدايرة هنا دهرة جدا لآآ مصباح او مصباحين على التوازي مع مفتاح مجوز. آآ نتعامل ازاي مع الدايرة دي? هنا هتلاقوا انه في الدايرة الخطية آآ بيقولك ان المفتاح المجوز نازله آآ تلات اسلاك. والمنبع جاي منه سلكين يعني انا ما عنديش حماية. وعندي هنا بيقولي ان مجموعة المصابح دي رايح ليهم كم سلك? رايح ليهم تلات اسلاك. طيب. الكلام ده نشوفه مع بعضينا كده. هتلاقي حضرتك هنا او هتلاحظ هنا ان الدايرة بتاعتك بيقول ان المفتاح المجوز طالع منه طرفين. كل طرف بيروح للمبة. وداخل على المفتاح المجوز طرف واحد من تحت مشترك على الطرفين. طيب. الكلام ده اللي انتو شفتوه دلوقتي واللي موجود في الكتار عندنا. عايزين نشوف بيتنفس ازاي او احنا هنعمله ازاي. تعالوا معايا كده نستخدم نفس المصطرة بتاعتنا ونقول ان المصطرة بتاعتنا دي اللي احنا بنفس بها كل الدوائر وبنعمل بها كل الافكار. هنشتغل بها وننفس بها الدايرة دي كمان. هنبص مع بعضينا هنا على الداية هنلاقي ان هنا في الدايرة الخطية بيقول معايا اهو عنده الخط بتاع اللي هو خط الطيار. خط الطيار ده اه فيه بواط واحد بس. كفاية عليا لان انا ما عنديش غير مفتاح واحد اللي هو المجوز. تمام? ونازل سلكين. السلك الاولاني نازل هنا من البواط. وده علشان المفتاح. والسلك التاني هيكون اقصر شوية. وده هيمثل مجموعة اللمبات. تمام? اللمبات بتاعتنا ممكن نكتبها باكتر من شكل. ممكن نكتبها بالشكل اللي احنا شفناه ده. او حتى ممكن ان احنا نعمل عدد آآ مختلف من اللمبات. خلينا في الاول في المفتاح المجوز بنعمل شكل الرمز بتاعه ازاي ها? عملنا الدايرة. وركبنا عليها الريش بتاعتنا اللي هي دي كده. واقول له هنا ان المفتاح المجوز عبارة عن ريشتين من فوق. ادي ريشة. ادي اتنين. تمام? عبارة عن ايه? عبارة عن ريشتين من فوق. طيب. جاي من المنبع كم طرف? اتنين. نازل المفتاح كم طرف? احسنتم. تلاتة. ورايح لللمبة كم طرف? هيكونوا تلاتة لانها مش لمبة. هيكونوا لمبتين او اكتر. تمام? هنا نعمل دايرة مسلا ونقول ان في الدايرة دي جواها حرف الاكس. ممكن مسلا عشان اه مش عايز يكتب فيقول لي هنا مسلا عندك ادي اكس وعندك ادي اكس. يعني عندك كم لمبة هنا? عندك هنا اه لمبتين. في دواير تانية بقى يعمل ايه? يجي يقول لك مسلا اتنين في واحد. يعني ايه? مجموعتين كل مجموعة فيها لمبة واحدة بس. وهنا يبقى انا قدرت افرق ما بين الاتنين. ممكن الكلام ده يتغير. ممكن يكون اتنين في اتنين او اتنين في تلاتة. وقلنا الكلام دا قبل كده واكدنا عليه. ننفذ الكلام دا ازاي? ده المهم اللي احنا عايزين نعرفه مع بعضين. نتفق اتفاق في الرسم. ان احنا نرس المكونات. نحط المكونات بتاعتنا. وبعد كده نبدأ نوصل ما بينهم. علشان التوصيل يكون صحيح. ما يكونش فيه سلك زيادة او نقص. فانا عندي هنا هبدأ بالمنبع. خطوط المنبع انا عندي شبكة جاهزة. موجودة في المسطرة الكبيرة دي كده. هحط المسطرة بتاعتي. بالشكل اللي قدام حضراتكم ده كده. خلي بالك انا بعمل ايه? هتلاقيني او هتلاحظ معايا اني هتلاقيني بوازي المسطرة على حفية الايه? على حفية الكراسة بتاعتي. تمام? عشان اضمن ان الاسلاك بتاعتي ما فيهاش الميل اللي احنا بنتكلم عنه. ماش ياسين. طيب. احنا شفناها وعرفناها. نطلع بخطية الطيار. الاولان اللي تحت دايما بيكون قصير لان انا هقطع فيه. والتاني بيكون ايه? والتاني بيكون طويل. يبقى انا عندي دايما هنا. اللي تحت بيكون قصير واللي فوق بيكون طويل. لان الطويل بيتوصل مباشرة على اللمبات بتاعتي. انت عندك كم لمبة بقى? انا عندي لمبة ايه? ماشي. اللمبتين دول علشان انزل منهم اسلاك. ولكن ده الطرف بتاعي اهو. هنزل كده. هقول ان انا عندي هنا اه اللمبة الاولانية. شوف الحركة دي كده. انا همسك المربع. وهقول ان المربع هيوزيلي اللمبتين. ادي اللمبة الاولى. وادي اللمبة التانية. انا عملت ايه في المربع استخدمت الخطين دول عشان هعمل على الخط الاولاني اللمبة الاولى. وعلى الخط التاني اللمبة التانية. تمام كده? طيب ماشي تمام. فين الاكس بتاعتنا? اهي. هاجي كده في نص الخط اللي انا عملته دلوقتي ده. واجي عامل علامة الاكس دي كده بتاعت الايه? بتاعت اللمبة بتاعتي. ادي الاكس اهي. تمام? طيب. واللمبة التانية اللي تحت نفس الكلام ايكس بارتو ايه دي اللامبة التانية اهي يبقى انا كده بحط المكونات بتاعة الدايرة اللي انا هشتغل بيها او اللي انا هشتغل عليها. فاضل عندي مين? فاضل عندي المفتاح المجوز. فاضل عندي المفتاح الايه? المجوز. هو موجود هنا في المصطرة? اه موجود اهو وجاهز. لكن هافترض معاك ان ما عندكش مفتاح في المصطرة. تعمل ايه? انت عندك مفتاح مفرد. ارسم واحد وحط واحد تاني جنبه. يعني انا هعملها معاكم دلوقتي اهو. هاجه اقول لكم هنا دلوقتي كده مسلا على سبيل المثال. ادي المفتاح الاولاني. تمام? ادي النقطة بتاعتي. وادي الريشة. ادي الفي. وانا هعمل اتيب ايدي. تمام? ادي الريشة الايه? الاولانية. طيب. الريشة التانية فين? قبلها بشوية كده او بعدها على حسب توزيعتك للرسمة بتاعتك. تمام? نفس الكلام برضو. هعمل النقطة اللي فوق. واعمل الريشة بتاعتي. كويس? واعمل الفي. احنا بنقفل ازاي? قبل ما نقفل? زي ما عملت نقطة اتصال من فوق. هعمل نقطة اتصال من تحت. مهمة جدا. علشان دي اللي انا هوصل عليها الاسلاك. يبقى انا هنا عملت ايه يا شباب? عملت مفتاحين مفرد. عملت مفتاحين مفرد. حطتهم جنب بعضيهم. ادوني مفتاح المجوز او مفتاح النجف اللي انت كنت بتتكلم عنه. طيب. هنا دايما بنقول ان المجوز بيتميز او دايما عارفينه بان احنا بنعمل مشترك او بنعمل كبري ما بين النقطتين اللي تحت. ودايما بتكون فيه منهم نقطة مزللة. دايما بتكون فيه من نقطة ايه? مزللة. يبقى دايما واحدة مفتوحة اللي انا هوصل عليها. وبزرد التانية. لان في الاخر ما عنديش ما فيش مبرر او داعي ان انا هوصل السلك على الاتنين. بوصل على واحدة. وانا عامل بينهم اصلا مشترك. تمام? نيجي بقى ازاي نعمل اليد بتاعتنا? احنا قلنا دايما نفتكر اه شكل المفتاح العادي ده المفرد والمجوز والحاجات دي بايه? بعلامة التلفزيون اللي هي تي وفي. يعني هاجي هنا عامل تي. ادي تي وفي. اداني شكل الريشة بتاعتي. وهنا نفس الكلام برضو. ادي تي والفي. يبقى هنا كل مفتاح من دول مستقل بنفسه وبتحكم لوحده في اللمبة بتاعتنا. طيب. نشتغل ازاي بقى هنا دلوقتي? انا هنزل في الاول خالص. بالراحة خالص كده وبشويش. هاجي هنزل من السلك ده كده. هاخده. وجنازل بيه على المشترك اللي تحت. ليه? لان انا هنا بقول له انت هتدي للداخل بتاعك اللي هو الداخل بتاع اللمبات بتاعتك. تمام? طيب عندك حتة زيادة هنا. المفروض ان انا ايه? ها? تمام بمسحها. خلاص ما بقيتش موجودة معي. طيب كمل كلامك. عندي هنا كام لمبة? عندي لمبتين. هم خلاص خدوا مشترك اهو شايف? اهو. ده مشترك. يعني ايه? يعني خدوا ارضي مباشر. اللمبة الاولى واللمبة التانية اخدوا ارضي مباشر. طيب اما انت عايز ايه دلوقتي? كل مفتاح من دول هيتحكم في لمبة. يعني المفتاح الاولاني سلك بتاعه يطلع يروح لللمبة الاولى. والمفتاح التاني السلك يروح لللمبة التانية. يبقى احنا هنا عملنا مفتاحين يتحكموا في لمبتين بتوقيت مختلف. ينفع انك تفتح الاولى بس. ينفع تفتح التانية بس. ينفع تفتح الاتنين او تفصل الاتنين. وده هنا لاننا في بعض الاقويات ببقى محتاج الاضاءة بمستويات مختلفة في المكان بتاعي. طيب اللمبة الاولى فين? اهي. ادي السلك بتاعها. وبعدها بشوية هطلع السلك بتاع اللمبة التانية. كويس? عندي هنا كم طرف? ادي اتنين. ادي الطرف الاولاني اهو. الاول ده. خلي بالك معي بص اهو. الاول هياخد مين? هياخد الاول. يبقى اول سلك. طلع معايا وراح لللمبة الاولى. والتاني اللي هو ده كده. يطلع فوق. عشان ياخد مين? عشان ياخد الطرف التاني. يبقى انت هنا عندك المفتاح الاولاني خاد اللمبة الاولى. والمفتاح التاني خاد اللمبة التاني. بايا عندك ايه? بايا عندي اولا. اولا واحنا ما عملناش المرة اللي فاتت. اني اه البواطات مهمة جدا جدا يا حضرات. يمكن من كتر احنا ما تعودين عليها فبننساها. لكن خلينا نقول ان البواط او علبة التفريع من المهم ان انت حضرتك تعملها بطريقة صحيحة علشان تقدر تاخد عليها طرف. بص انا هعمل ايه? هختار مربع كبير. تمام? وهبدأ هعمل حاجة جديدة. لان انا هنا ما عنديش تقريد ما عنديش حماية يعني. فهعمل شكل البواط بشكل التقريد. بحيث ان يبقى شكل مميز. لان ما تنساش ان حضرتك رسميتك كلها بالرصاص. فانت عايز تميزها هتميزها بازاي? هميزها بشكل ايه? بشكل البواط او بشكل المربع بتاعي. انا بعمل دايما الكورنر بتاعي. الاربع اركان دول. وبعمل شرطة ما بينهم كده في النص كده. تمام? انا هنا هتبقى سهل علي لان انا عندي لون مختلف. عامل بحمر والرسمة بسود. تمام? ما بين كل شرطتين بحط نقطة. علشان اقول له خلي بالك ان انا هنا عايز اعمل حاجة مختلفة. ممكن اعمله شرط بس. ممكن اعمله شرطة ونقطة. المهم ان انا بميزه اه كعلب التفريع عن الايه? عن الخطوط بتاعة الدايرة بتاعتنا. تعالوا نقول بقى مع بعضينا دلوقتي الكلام ده انا ممكن احتاجه في ايه? وهل الكلام ده فعلا موجود معنا وبنشتغل به? ولا مجرد حاجة درسناها وشكرا خلاص. اه خلينا نقول مع بعضينا ان انا ممكن يكون عندي الاوضة اللي انا عايش فيها. عايز اعمل فيها مستويات الاضاءة. المستوى بتاع الاضاءة بتاعي اعمله ازاي? هقول لك انا بتعمله ازاي? انت ممكن مسلا يكون عندك نجفة فيها لمبتين او اربعة او ستة او اي عدد من اللمبات. فحضرتك دلوقتي حابب او انت عايز ان تخلي اللمبات بتاعتك دي اه تتحكم او في مساويين. يعني مرة اناور لامبة واحدة بس او اناورهم كلهم او اناور عدد معين. فانا بعمل ايه? بقسم اللمبات بتاعتي على مسلا على مجموعتين. كل مفتاح منهم يتحكم في مجموعة. وابدأ بعد كده المجموعة دي بتشتغل لوحدها ودي بتشتغل لوحدها. يبقى لو انا قاعد لوحد كده مسلا يعني في القوضة بتاعتي ومش محتاج اضاءة. عايز اضاءة خفيفة. فلنبه واحدة تكفي. عندي ديوف او انا بشتغل بعمل شغل معين وعايز اضاءة قوية. بشغل الايه? اللمبتين. عايز افصلهم ما عنديش مشكلة. وبالتالي بديلك الحرية في ان انت تتحكم في كل اه توصيله عن بتاني. دي تفرق ايه في توصيلة التوازي? احنا اخدنا من شوية او اخدنا الحلقة اللي فاتت. اه توصيلة مفتاح مفرد مع لمبتين على التوازي. وقلت ان اللمبتين ممكن يكون اربعة وخمسة وعشرة كمان. تفرق ايه? ان ان في توصيلة المفتاح المفرد هو مفتاح واحد بس بيتحكم في الدايرة. وده معناه ان حضرتك لما هتخلص الدايرة بتاعتك كلها وتيجي توصلها هتلاقي ان كلهم بينوروا مع بعضهم وبيفصلوا مع بعضهم. وبالتالي انت عندك مستوى واحد بس من الاضاءة. لكن في المفتاح المجوز او في مفتاح النجفة هتلاقي الموضوع مختلف. ازاي? هتلاقي حضرتك ان انت عندك مستوى من اضاءة. انا ممكن اشتغل مسلا باللمبتين. او ممكن اشتغل بتلاتة. او ممكن اشتغل بالخمسة كلهم. مسلا يعني او ممكن ان افصلهم كلهم. يبقى انت عندك تعدد مستوى الاضاءة عندك. وبالتالي ادي لك الحرية اكتر في انك انت تتحكم في اضاءة المكان بتاعك. تمام كده? طيب نرجع نكمل ديارة جديدة. ونشوف مع بعضينا هنا اه اللمبة الفلوروسينت. واللمبة الفلوروسينت احنا قلناها المرة اللي فاتت. وتكلمنا فيها. ما فيهاش جديد. كل اللي احنا هنضيفه هنا ان احنا هنحط آآ لمبتين على التوازي شايفين? كل اللمبة فيهم طالع منها طرف. ليه طرف آآ بيتحكم فيه مفتاح. وبالتالي هي دي بالنسبة لي عبارة عن آآ نفس الرسمة اللي فاتت بالزبط. بس انا شلت المصباح العادي وحطيت مكانها مصباح فلوروسينت. ايه الفايدة او ايه الفكرة من ان حضرتك تعمل الكلام ده. لان انا هنا معرض او محتاج ان انا آآ اعمل مستويات آآ اضاءة. انا عايز بدل ما يكون عندي لمبات عادية. انا شايف ان هي مش بتضيء المكان. لا انا ممكن اعمل آآ ضاءة مختلفة. بان انا زي ما قلت لحضراتك كده اجيب لمبات فلوروسينت. بس بشرط انه يتحكم في كل مصباح آآ لوحده. عن طريق مفتاح. علشان كده المجوز هو يكون الحل المثالي اللي حللك المشكلة دي. تمام? طيب. ندخل بقى على توصيلة مهمة جدا جدا بالنسبة لنا اللي هي توصيلة مفتاح السلم او بيسميها الطرف. تمام? آآ التوصيلة دي مهمة وهنرسبها بعضنا كمان دلوقتي. لكن خلينا نقول احنا ممكن نحتاج توصيلة زي دي في ايه بالزبط? انا عندي في البيت ممكن تكون معرض لكزا حاجة. في اسم كده هو يغششك اللي هو كلمة آآ مفتاح سلم. مفتاح سلم معناها يا شباب. مفتاح سلم معناها ان انا هستخدمه في السلم بتاعي. السلم بتاعي بيكون عبارة عن آآ لي بداية. الدرج اللي في الاول وبطلع في الاخر عشان اوصل الشقة بتاعتي. تمام? فالمسافة دي لو انا حاطت المفتاح تحت اللمبة بتاعتي هتنور عشان افصلها افصلها ازاي? يعني دي مشكلة في ان انا افصلها. هطر ان انا انزل تاني. علشان كده قلنا ان الحل هنا ان احنا عايزين نحط المفتاحين. هنوصلهم بطريقة معينة. في خلال التوصيل بتاعنا هتلاقي ان اللمبة ينفع ننورها من تحت ونفصلها من فوق. يعني مكان ما انت عايز تنور اي مفتاح فيهم هينورها. واي مفتاح فيهم هيفصلها. مش بس بيتستخدموها في السلم. ممكن عندي في المصنع او في الشركة بتاعتي طرقة كبيرة. فعايز احط فيها مصباح. والمصباح ده ينور من مكانين. ممكن ينور من بداية الطرقة او من نهاية ايه كمان? بيعملوها دلوقتي بتوع الكهرباء او الصناعية. يحط لك دايما كده ان اللمبة بتاعته القط النوم بتاعتك اللي انت بتنام فيها. يحط لك مفتاحية. واحد جنب السرير. والتاني جنب باب القوضة بالزبط. بحيث ان انت لما تدخل تنور اللمبة بتاعتك. تمام? ولما تيجي تنام مش محتاج ان انت تؤمن على السرير وتروح تفصل اللمبة بتاعتك. لا حضرتك وانت مكانك. بيبقى جنبك المفتاح بتضغط عليه. بيفصل لك الاضاعة بتاعتك. وبالتالي دي اه نوع من انواع الرفاهية او بيحاول يساهل عليك اه التعاون. الكلام ده هننفزه ازاي? او هنرسمه ازاي? هنشوف مع بعضينا دلوقتي ادواتنا اللي بنشتغل بيها دايما معنا. نقول ان في الدايرة الخطية هتلاحظوا حضراتكو انه هنا بيقول ان الدايرة بتاعتي هتكون عبارة عن الخط اللي احنا بنعمله كل مرة. الخط ده زي ما انتو شايفين هيكون فيه المرة دي كان بواط هيكون فيه بواطن. ممكن على فكرة نرسم الدايرة باكتر من شكل. يعني ممكن نرسم المصباح تحت. ممكن نرسم المصباح فوق. ممكن نرسمه على الطرف. في الاخر اللي هيقوله لك في الدايرة الخطية انت هتنفزه. ففي الاخر هنمشي على نفس النصار بتاع السؤال اللي هو بتاع الدايرة الخطية. طيب اشتغل ازاي? عندي بعمل ادي البواط الاولاني. تمام? وقادي البواط التاني. كويس كده? تمام. وعندي هنا في الاخر وليفترض مسلا يعني ان انا هخد اللمبة تطلع عندي هنا في الاخر. تمام? اللمبة بتاعتي عشان اخلص منها اللي هي بيمثلها مين? علامة الاكس دي كده? اهو. ادي علامة الاكس. ادي اللمبة بتاعتي. كويس? طيب هنا عندي ايه? عندي الاتنين دول بيمثلوا المفتاح اللي هو اسم مفتاح طرف سلم. احنا قلناه في الرموز وهنتأكد منه دلوقتي وهنراجع مع بعضينا عشان نشوف هنتعامل معاه ازاي. المفتاح بيكون عبارة عن ايه? الدايرة اللي احنا بنرسمها كل مرة. اللي انتم حضرتكم خلاص وعرفتوها. تمام? ادي دايرة هنا. وادي دايرة هنا. لان دايما بنقول ان توصيلة السلم ما تنفعش او ما تصلحش غير لما يكون عندي مفتاحين. تمام? طيب. يلا نحن بتجري كده. ادي الريشة بتاع مفتاح السلم. لو خدت الريشة دي. شايف دي كده? اخذ اللي قصدها الناحية التانية. يبقى ده مفتاح سلم. يبقى انا خدت دي ورحت واخذ اللي ايه? شايف? اهو. وخدت اللي قصدها. يبقى ده رمز مفتاح السلم. نفس الكلام هنا برضو. معانا هنا اهو. تمام? ازا اخدت الدايرة دي كده. وخدت الريشة بتاعتها اللي فوق. يبقى اخذ اللي عكسها من تحت. يبقى ده بيمثل شكل مفتاح الايه? مفتاح السلم. مفتاح السلم دايما بينزل له تلت اطراف. تمام? بيكون فيه تلت اسلاك. المنبع جاي منه طرفين. وهنا عندي ما بين كل بقاته التاني فيه تلت اسلاك وهقول لك ليه? وعندي المصبح او اللمبة بتاعتي خارج منها او نزل لها طرفين. يبقى دي دلوقتي كده الدايرة الخطية ده السؤال بتاعي اللي انا كنت اه 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 يجيني في الامتحان او اللي انا هشتغل عليه. ننفزه ازاي بقى ده المهم. هنا هاكد على حضرتك انك لازم ترسم المكونات. لازم ترسم الايه? المكونات. طيب بنتعامل ازاي? بامسك المسطرة الكبيرة بتاعتي دي. وبقول لها تعالي انت هنا بقى كده علشان تفاهمينها بنعمل كالعادة زي ما دايما بقول خط اللي فوق ده خط كبير واللي تحت بيكون خط ايه خط صغير يبقى عندي النيوترال لانه هيكمل معايا ده خط كبير وعندي هنا اللاين بيكون ايه صغير عشان هوصله دايما على المفتاح علشان عندي مفتاحين فهطول السلك بتاع النيوترال شوية بحيث اني ابعد اللمبة علشان تديني المساحة المناسبة اللي من خلالها اقدر اقول لحضرتك ان احنا هنا ايه ان احنا شغالين بطريقة صحيحة او بطريقة مزبطة طيب بص programmين هنا كده هانزل باللمبة بتاعتي احو هقول له دي اللمبة ادي طرف منهم اللي هو البداية بتاعتي والنهاية بتاعتي بناخدها زي ما بعد ما بنعمل الخط اللي احنا اتفقنا عليه واعمل الاكس واعمل الدايرة يبقى كده ده بيمثل اللمبة او طرفين اللمبة بتوعتي اهو ادي اللمبة بتاعتي اهي اهي كويس. حطاها آآ جوه دايرة. الاكس. وادي الطرف التاني واقف ومستني حضرتك انك توصل. انا هقولها لكم بطريقة سهلة خالص وهتعجبكم. بس بعد اذنكم تخلي بالكم منها كويس. علشان الدايرة دي من الدوائر آآ المهمة اللي هبنى عليها كمان آآ دايرة مفتاح التصالب اللي هو من تلات اماكن. طيب يلا نتعامل ونشوف هنتعامل معها ازاي? انا اتفقت معكم وقلت لكم قبل ما اوصل. لازم ان اخط المكونات. انا عندي لسه مفتاح اسمه مفتاح ايه يا شباب? اسمه مفتاح آآ سلم. المفتاح السلم هنا في بعض الناس هيقول لي انا اشتريت الشابلونة او المصطرة ما فيهاش المفتاح ده. اتعامل ازاي? اعمل مفتاح مفرد. اعمل ريشة واحدة بس من مفتاح المفرد. والنقطة دي حطه نقطة تانية. اصبح اتحول الى مفتاح ايه? الى مفتاح سلم. الشرط نلمس نقطة من الاتنين. يعني انت عندك نقطة من تحت. وعندك نقطتين من فوق. لازم دايما تلمس الريشة على نقطة من الاتنين. ما ينفعش تسيبها وقف في الهواء زي المفتاح او زي المفتاح. تمام? يبقى النقطة دي مهمة جدا. ناخد بالنا منها واحنا بننفذ. علشان في بعض الناس بتتعامل مع مفتاح السلم زي زي مفتاح المفرد او زي مفتاح وده بيكون خطأ عليك خطأ فني لان لازم تكون الريشة ملمسة على احدى النقطتين عشان تكمل لك الدايرة الكهربية بتاعة الدايرة بتاعتك. طيب يلا نكمل. هقول هنا انا عندي مفتاح سلم. ادي المفتاح الاولاني اهو. نقطة اتنين. وادي الريشة. النقطة التالتة فين? ها? بتبدأ دايما من تحت. اللي هي دخل الريشة المدخل بتاع الريشة بتاعتي. ادي المفتاح بتاعي اهو. لحظوا هنا ان المسطرة مش ملمسها. انا بعمل ايه بقى? انا باجي بالمسطعتي بقول لها خلي بالك. اني مسلا للطرف ده. اي واحد فيهم يعجبك الاتنين صح. يروح يلمس مين? يروح يلمس الريشة بتاعتك كده. يبقى انت هنا ايه? حولته من وقفة النقطة وقفة في الهواء الى ملمسها مع النقطة دي. وبالتالي انا هنا كهربيا كملت الدايرة بتاعتي. طيب هي الرشة اللي انت حضراك عملتها دي. بنعمل المفتاح بتاعها ازاي? احنا قلناها قبل كده. انا قلت قبل كده ان فكرة الاتصال بتكون عندي عبارة عن ايها? فاكرين? ايوة? تي ودي الفي ويبقى ده شكل المفتاح بتاعي. طيب نفس المفتاح ده بالزبط على نفس المستوى. يعني ايه? يعني الاتنين يكونوا موازين بعضيهم. هاجي عامل المفتاح التاني برضو لان هو هنا بيقول ان الدايرة فيها مفتاحين. ادي نقطة. ادي اتنين. ادي الريشة بتاعتي. وادي النقطة التالتة اللي هي منين اللي هي من تحت. كده تمام? يبقى هنا الدايرة بتاعتنا اهي. بصوا شايفين? ادي المفتاح الاولاني. ادي المفتاح التاني. اه عايز تعمل نقطة الاتصال زي ما اتفقنا ماشي تمام? كويس? الريشة عاملة ازاي? التي والفي. لكن هنا بعد اذنك وهقول لك السبب. هطول الريشة شوية. علشان انا محتاج ان انا هتحرك من هنا وطلع سلك الكهرباء. طيب. كده الدايرة اكتملت اه. كده الدايرة اكتملت المكونات. باقي بس عندي حتة التوصيل. ازاي نوصل الدايرة بطريقة سهلة او بطريقة سالسة. بعض الناس بتقلق منها علشان كده بنقول يا جماعة الدايرة بسيطة خالص بس ننفذ اللي انا هقول لحضراتكم عليه. هنبدأ في الاول خالص نقول ان مبدأنا اللي احنا بدقين به هنحافظ عليه. ان خط الطيار ينزل مباشرة على اول مفتاح. تمام? اهو. خط الطيار نزل فين? على اول ايه? على اول مفتاح. اهو. كده اهو. تمام كده? طيب رقم اتنين. رقم اتنين عندي ان اه المفتاح التاني الخارجي بتاعه. شايفو? اهو. اللي هو الطرف اللي المهورد ده كده معي اهو. هاخده واجه طالع به لفوق خالص. يكمل معايا لحد ما يوصل معايا المين? لحد ما يوصل معايا للامبا بتاعتي. يبقى انا هنا عملت ايه? كنت برسم دايرة عادية. بدل ما الطيار هيروح على اللامبا? لا. هينزل على اول مفتاح. والطرف الاولاني في المفتاح التاني هاخده واطلع به واروح لمين? واروح للامبا بتاعتي. طيب ماشي احنا معاك. ده كده هيطلع ياخد اللامبا بتاعتنا. اهو. يبقى كده احنا فاضل بس معانا نقطتين اتصال في المفتاح الاولاني ونقطتين اتصال في المفتاح التالي. نتعامل معاهم ازاي يا شباب ها? هقول لك انا طريقة سهلة خالص. انت دلوقتي عندك طالع من المفتاح الاولية كم سلكين? هدي واحد. اه دي اتنيه. طيب المفتاح تطلع منه كم سلك? سلك ايه? هدي واحد. اه دي اتنيه. اه? اقول ولا انتو تقولو? انا واثق ان انتو خلاص عرفتو انا هعمل ايه? كل اللي انا هعمله هقوله البعيد مع البعيد. سلك البعيد ده. ياخد السلك البعيد ده كده. يبقى البعيد ده ها? شايفو? اللي هو الطرف التاني ده? ياخد الطرف التاني ده. والقريب هيتوصل مع مين? مع الطرف القريب. يبقى انا هنا وصلت ايه? عندي طالع هنا طرفين النقطتين لفوق وصلتهم مع النقطتين التاني. هنا بقى فاضل عندي حتة كمان مهمة علشان اخد درجة كويسة في الرسمة بتاعتي. الا وهي ان الكتابة بتاعتي. اكتب ازاي? وتعامل ازاي مع الكتابة بتاعتي? دي مصطرة حروف. فيها كل الحروف كابتال وسمون. تمام? غالبا اوقات كتيرة بتيجي مع المصطرة نفسها. اللي هي مصطرة الكهرباء. ولو مش بتيجي حضرك بتجيبها لوحدها. فيها كمان الارقام. عندك من واحد لحد تسعة والصفر كمان. وعندها كمان في بعض الرموز آآ الكهربية زي علامة الحماية مثلا او اجهزة القياس. وعندي كمان حروف بحيث ان حضرك يبقى متاح معك كل الحاجات دي. طيب. احنا هنا نشتغل ازاي بقى? هم? نعمل ايه? هاجي هنا بالنسبة لي هقول له انا عندي طرفين. اللي فوق اسمه نيوترال. فين حرف الان? اهو. اول الحرف عندي في السطر التاني. تمام? واقول له هنا ده حرف الان اهو. كويس. وما عنديش مانع ان انت تخليه بولت تخين يعني. تظلله. بحيث انه يعمل شكل جمالي الرسمة بتاعتك. طيب الطرف التاني اسمه ايه? اسمه لاين. اهي دي الال. تمام? هاجي تحت الان كده. وحط مين? وحط الال بتاعتي. وقول له اهي دي بتاعتك اهي. كده تمام? زللتها لان انا بقى زي ما قلت لك انا عايز حاجة يكون شكلها كويس. ممكن ده تلاقيه في الدائرة الخطية بسمو لك واحد. قل له واحد. اه ممكن بسميه اسمه ايه? خلاص انت حضرتك بتنقل الدائرة الخطية وبتحطها وبتحولها الى تنفيذية. فاضل عندك كده خلص الرسمة لا. في حاجة مهمة جدا. اللي هي مين? اللي هي علبة التفريع او اللي هي البواطات. انا عندي هنا المصطرة بتاعتي موجود فيها آآ بواط كبير. يقدر يلميلي يكمل اسلاك ده زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت قلت ممكن اعمله شرط عشان اخلي الشكل الجمالي بتاع الرسمة بتاعتي افضل. تمام? وفي نفس الوقت آآ ممكن حضرتك لانك بترسل بقلم واحد اللي هو بالرصاص. ممكن تعمل حاجة تانية. تخلي الخطوط دي تقيلة. وخط البواط يكون خفيف. بحيث ان هو يكون ايه? مميز. وفي نفس الوقت ما تتدخلش معك مع الرسمة بتاعتك. نفس الكلام هنا برضو اهو انا عملته هنا شرط. لو انت مش عايز تعمله شرط وعايز تعمله خط سليم اعمله ما فيش مشكلة. ولكن زي ما قلت لحضرتك ايه? هتخليه مسلا اخاف من خطوط الدايرة علشان حضرتك هنا تبقى نفسها بشكل صحيح او بطريقة صحيح. طيب هنا بقى نقول مع بعضينا ان الدايرة دي اسمها ايه? ليها اسم ايه? في ناس بيسموها آآ توصيل مفتاح سلم. وفي ناس بيسموه آآ توصيل مفتاح طرف. انا ما قلتهاش واجلتها وانا بشرح الدايرة بتاعت كل مفتاح. ليه حضرتك هنا قلت? توصيل سلم او توصيل مفتاح طرف. خليكم معايا? خلينا نقول مع بعضينا ان احنا في المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن مفتاح ايه او مفتاح النجفة. سميناها مفتاح نجفة على رغم ان هو اسم لان انا اسمت اسمت اللمبات بتاعت المجموعتين. وبالتالي ممكن يكون عادي نجفة في البيت. فيها مجموعة من اللمبات. بدل ما كلها تشتغل مع بعضها وتفصل مع بعضها. لا انا هعملها على مستويين للاضاعة. يبقى دي بيزة بالنسبة لي ان انا ايه حصلت على اكثر من مستوى الاضاعة. طيب مفتاح السلم سميته ليه مفتاح طرف? سميته مفتاح طرف لان زي ما قلت لك لو عندك طرقة كبيرة موجودة في المصنع او في المنشأة اللي انت فيها او حتى عندك في البيت وفيها مصباح واحدة هينورها كلها. فحضرتك دلوقتي كل اللي هتعمله انك هتركب آآ مفتاح على الطرف ده. ومفتاح على الطرف ده. وبالتالي المفتاحين دول هيتحكموا في اللمبة اللي في نص الطرقة بتاعتك. علشان كده حضرتك لازم ان تكون فاهم كويس جدا ان المسمى اللي بياخده بيكون دايما جاي من الوظيفة بتاعتي. هنا تمام آآ بالنسبة لي خلصت الدايرة وانتهيت منها وحطيت البواطات بتاعتي. فاضل معايا. هبص على دايرة كمان دايرة جديدة. تمام? عندي هنا آآ مفتاح آآ التصالب. مفتاح التصالب آآ ممكن ناس تقول ان المفتاح التصالب صعب جدا. لكن انا من وجهة نظري انها دايرة سهلة ولذيذة. لان اللي فهم الدايرة اللي فاتت هيقدر يتعامل معاها بمنتهى السهولة. تمام? الجديد هنا او اللي زاد عندي هنا في الدايرة عن الدايرة اللي فاتت هو المفتاح اللي في المنتصف ده. شايفينه? ده. هو ده اللي زاد عندي. لكن الدايرة دي اصلا من غير المفتاح ده لو احنا خبناها كده هتلاقي حضرتك ايه? انه دي الدايرة اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت. مظبوط الكلام? طيب هنتعامل معها ازاي? ونرسمها ازاي? ده مهم جدا ان احنا نتعامل معاه. فخلينا اقول لحضراتكم ان انا دلوقتي هعمل الدايرة الخطية. تمام? او الدايرة خلاص موجودة قدامنا. هننفذ الدايرة التنفيذية مباشرة ونشوف هنتعامل معها ازاي? هنيجي مع بعضين هنا على الداة. نقول ان انا عندي هنا المكونات هرسمها في الاول. يعني هيكون عندي فوق خالص كده عندي اللمبة بتاعتي. اعملها فوق. تمام? كده اهو. مع بعض على الداة لو سمحتو. تمام? ايوه. احسنتو. تمام? هنا لها كم طرف? لها طرفين. ادي طرف لللمبة وادي الطرف التاني. وهنا في الاخر بحط الـ اكس بتاعتي جوه داير. انا هنا تحديدا عايز اعمل كل حاجة قانوني زي ما اتفقنا. عندي كم مفتاح? عندي تلات مفاتيح. هيبقى هنا مفتاح طرف. وهنا مفتاح طرف. وفي النص مفتاح التصالب اللي هو اسمه مفتاح الوسط. تمام? طيب. المنبع فين? عادي. ممكن نجيبه من هنا او من هنا ما عندش مشكلة. هافترض مع حضراتكم ان انا هبدأ هنا المنبع بتاعي. ادي النيوترل. مكمل. وادي هنا مين? وادي تحتيب شوية اللايين بتاعي. لكن هيكون صغير علشان ينزل على المفاتيح مباشرة. طيب. مفتاح السلم فين? اهو. اللي هو مفتاح الطرف. عندي هنا ادي نقطة اتنين. وادي الريشة. خلاص انا بقول كلام قديم. قلته في الرسمة اللي فاتت. كويس. وعندي اه كمان مفتاح في نفس المستوى. يعني بالمصدر عمل خط خفيف جدا كده. عشان اوازي اه عليه. تمام? واقول ادي كمان المفتاح التاني. لانه هو زي ما قلت لحضراتكم اسمه اه مفتاح طرف. اهو. ادي واحد اتنين. وادي الريشة بتاعتي. كويس? النقطة اللي تحت فين? اهي. يبقى انا هنا برسم الايه? برسم المفاتيح. ما تنساش? ها? تي. ها? اقوله معايا. تمام? احسنته. في. هنا نفس الكلام. تي. وايه? وحرف الفي. تمام? طيب. فين بقى مفتاح التصالب المفتاح الوسط ده? هنعمله ازاي? انت عندك هنا في المصطرة مفتاح ميجوز. مزبوط? اه مزبوط. طيب ارسمه. بس انا عايز تصالب ارسمه بس انا هقولك هتعمل ايه? تمام? هاجي هنا شوية علشان الاسلاك هتلف من هنا. يعني حتى انا لما انا ببقى رسمة في دماغي فبقى بعارف اعمل ايه? فاتحركت هنا شوية وقلت له ادي نقطة اتنين. ادي ريشة اتنين. وجيه تعامل النقطتين اللي من تحت. ادي نقطة وادي اتنين. ايه ده يا مصر? ده انت حضرات دلوقتي رسمت لنا كده ايه? المفتاح الميجوز. اه انا فعلا رسمت المفتاح الميجوز. لكن كل اللي هتضيفه حضرتك عشان تحول الميجوز ده الى تصالب ان حضرتك هنا شايف النقطتين اللي انت عملتهم دول. شايف النقطتين دول اللي انت عملتهم. هتتحرك شوية كده هو. كده بس. وتعمل نقطتين كمان. يبقى الاربعة بقوا كم نقطة? بقوا ست نقاط. الاربعة نقط بقوا اربعة فوق. واتنين دحت بقوا كده كم نقطة? ست نقاط. الاتنين اللي من جوه يتوصلوا مع بعض اعمل كبرى عليهم. والاتنين اللي من برة هعمل كبرى عليهم ويتوصلوا مع بعضهم. يبقى الست نقاط هتطلع منهم كم نقطة طرف? اربعة بس. الاتنين اللي جوه حضرتك هتلغي منهم واحدة. الغاهز زي يا مستر يعني تقفلها تتحول الاتصال دايم. ونفس الكلام بالنسبة دي برضو هلغي منهم واحدة عشان يبقى اتصال دايم. يبقى انا هنا عندي هوصل كم سلك اربعة? واحد اتنين تلاتة اربعة. دول خلاص انا عملتهم ولكن مغلقين. حضرتك قلتنا في المفتاح السلم ان لازم لازم اكون ملمس على نقطة من الاتنين. ونفس الكلام بالنسبة لهنا. صح? تماما. طيب الكلام ده نعمله ازاي او ننفزه ازاي? بصوا معايا كده. الدايرة اللي فاتت بالزبط اللي احنا عملناها اللي هي دي كده. كويس. كنا بناخد الطيار. ده اللي احنا عملناه. وندخله هنا هو. مزبوط. وكنا بناخد الطرف التاني ده كده. نطلع به مباشرة على فوق. واقول له ان ده هيكون الطرف التاني بتاع اللمبة بتاعتي. يبقى اللمبة هنا اخدت ايه? اخدت الطرف من المفتاح واخدت الطرف بتاع النيوترل. تمام كده? طيب يتفضل عندي هنا ايه? كنت بقول دايما ان الاولاني ده يروح مع مين? مع الاولين ده. مش ده اللي احنا كنا بنعمله. اهو. ان الاول ده كده. ها? يجي مع مين مع الاول ده. والتاني ده. ها? يجي مع التاني ده. يبقى انا هنا ايه? ادي عند الطرفين. اهو. ادي الاتنين اهو. ايه اللي حصل? ايه الجديد اللي انت اضفته? المفتاح ده. يطلع منه كم طرف هنا اربع اطراف. عارف هتعمل ايه? يعني ممكن تكملها خلاص مش محتاجني. لان كل الحكاية ان السلك ده لما يطلع يقابل ده ياخده. تمام? الاول يتقابل مع الاول. والتاني يتني يروح عندي التاني. يبقى كده الاول مع الاول والتاني مع ايه? مع التاني. نفس الكلام هنا برضو. الاول يتوصل مع الاول. والتاني يتوصل مع التاني. وبكده يبقى انا كملت الدايرة واصبح عندي اه مفتاح هنا طرف. وعندي هنا مفتاح طرف. وعندي هنا مفتاح وسط. اللي هو مفتاح الايه? مفتاح اتصار. تمام? كده كملت الدايرة. اه كملت الدايرة. خلاص بقى حضراتكم عرفته. احط البواد بتاعي. واقفل الدايرة بتاعتي. وا اه اقول له خلاص الدايرة كهربان اكتملت. وجاهزة معايا للتشغيل. اه النهاردة اشتغلنا على مفتاح السلم. اشتغلنا على مفتاح التصالب. اشتغلنا على مفتاح المجوز. وقدرنا ننفس بهم اكتر من دايرة. دي الدوائر اللي بنفس المكونات. او تزود عليها حاجات اخرى. عشان تحصل على اللي انت عايزه من الدايرة الكهربية اللي انت حضرك بتشغل عليها او اه بتنفزها. اه كنا معاكم النهاردة في مادة الرسم الفني. نشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.